حدثنا روح قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنسي بن مالك عن أم حرامين أنها قالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيتي إذ استيقظ وهو يضحك فقلت بأبي وأمي أنت ما يضحكك فقال عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة فقلت ادعوا لها أن يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك فقلت بأبي وأمي ما يضحكك قال عرض علي ناس من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة فقلت ادعوا لها ان يجعلني منهم قال انتي انتي من الاولين فغزت مع عبادة ابن الصامت وكان زوجها فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال اخبراني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبانة عن انسي بن مالك عن ام حرامين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فذكر معناه حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن يحيى بن حبانة قال حدثني انس بن مالك عن ام حرامين بنت ملحانة وهي خالته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال في بيتها فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما يضحكك فقال عرض علي ناس من امتي يركبون ظهر هذا البحر الاخضر كالملوك على الاسرة قالت فقلت يا رسول الله ادعو لها ان يجعلني منهم فقال انك منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما اضحكك قال عرض علي ناس من امتي يركبون ظهر هذا البحر الاخضر كالملوك على الاسرة قالت فقلت فقلت يا رسول الله ادعو لها ان يجعلني منهم قال انت من الاولين قال فتزوجها عبادة ابن الصامت فاخرجها معه فلما جاز البحر بها ركبت دابة فصرعتها فقتلتها حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبانة عن انسي بن مالك قال حدثتني ام حرامين بنت ملحانة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيتها يوما فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فذكر معناه ترجمة نانسي قنقر